في مزيد من النقاش ينضم إلينا من بغداد مخلد حازم الخبير في شؤون الأمنية والستراتيجية أهلا بك سيد مخلد سيد مخلد أمنيا ما تصنيف هذه العملية طائرة مسيرة قادمة من تركيا تستهدف مطارا زراعيا فتقتل ثلاثة من عناصر مكافحة الإرهاب سأخير عليك وعلى مشاهدين قناة الغد بالتأكيد هذا انتهاك صارخ للسيادة العراقية انتهاك صارخ لعلاقات حسن الجوار انتهاك صارخ لمواثيق الدولية بالتالي هذه الضربة هي لن تكون الأول ولن تكون الأخيرة الدبلوماسية العراقية تأخرت كثيرا في تدويل موضوع قصف أراضي قليم كردستان من قبل الجانب التركي هناك سدافات كثيرة يعني حصلت في هذه البقعة وفي هذه المنطقة لا نقول ان هناك ضعف في الدبلوماسية العراقية لكن دائما ما تحاول الدبلوماسية العراقية حلحلت هذه الأمور من خلال طاولة الحوار لكننا لدينا اليوم نملك الكثير من الأوراق التي ممكن أن نضغط بها على الجانب التركي أنا أرى أن أهداف تركية ليس ملاحقة حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية لديها أهداف أوسع وخصوصا تركيا منذ سنوات تحاول أن تضع قدم لها بمسافات كبيرة وفي قوائد كثيرة عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان إذا لم يكن حزب العمال سيد مخلد إذن ما مصلحة تركيا في استهداف قوة عسكرية عراقية لمكافحة الإرهاب تحديدا لا 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 أنا أعطيك معلومة لكن تقريبا ليست مؤكدة 100% لكن هذه معلومة من مصادرنا حصلنا عليها أن هذا المطار هو يستخدم لتدريب يعني منذ شهور لتدريب قوات مكافحة الإرهاب السليمانية مع التحالف الدولي في جزء منه وبالتالي هناك معلومات سربت للجانب التركي من جهات هي تعادي الاتحاد الوطني الكردستاني ليس يعني من نفس السليمانية بتواجد مجموعة من قيادات قسد في اجتماع موجود في مكان معين في هذا المطار وبالتالي بناء على هذه المعلومات تم استهداف هذا الموقع وهناك معلومة تقول أن ثلاثة من قوات قسد قد أيضا قتلوا في هذا الحدث لكن الموضوع مكتم عليه لم يطلق للإعلام حتى سيارات الإسعاف التي هرعت إلى إنقاذ المصابين أو القتلى تم إيقافها ولم يسمحوا لها بالدخول وتم انططاؤها من قبل قوات تابعة إلى مكافحة الإرهاب إلى داخل منطقة الحادث هذه المعلومات لم تتأكد لحد هذه اللحظة وهو سبب في استهداف تركيا لهذا الموقع لكن هذا لا يمنع أنه هذا هو انتهاك لسيادة العراق انتهاك لكل المواثيقة الدولية هذا الموضوع يجب أن تتخذ فيه الحكومة العراقية وزارة الخارجية العراقية موقف رادع حقيقة مع الجانب التركي لأننا لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع وبهذا الحال وهم يستهدفوا هذه الأراضي العراقية أنا أرى منه جدا بحسب الرئاسة العراقية هي أعلنت عذرا على المقاطعة لكن هنا الرئاسة العراقية أعلنت عزمها استدعاء السفير التركي من جهة كما أيضا صرحت بأنه سيتم اتخاذ إجراءات للرد على هذه الانتهاكات ما طبيعة هذا الرد الذي قد تقوم به الرئاسة العراقية سيدة يعني هذه المواضيع غير ناجعة غير كافية لحماية سيادة العراق يجب أن تدول الموضوع هناك مجلس الأمن هناك محاكم دولية يجب أن يدول الموضوع بهذا الاتجاه التركيا تعلم أنه لا توجد قوة موائمة لقوتها داخل العراق فيتحاول أن تذهب بهذا الاتجاه تركيا تريد بقاء حزب العمال الكردستاني على أراضي العراق لأن لديها مصادر معلومات كبيرة داخل الأراضي العراقية وهم من يزودوا الجانب التركي بمعلومات عن تحرك قيادات حزب البككة داخل الأراضي العراقية وجود حزب انسحاب البككة إلى حدود تركيا أو إلى جبال قنديل كما كانوا سابقا سوف يرهق عملها بالتالي هي تريد بقاءهم في هذه البقعة وملاحقتهم هذا الموضوع كله أنا أرى أن لديهم أهداف أكبر من هذا الموضوع انتفاقية لوزان ستنتهي مع نهاية هذا العام تركيا لديها حلم في أن تكون لديها أراضي داخل العراق تصل حتى إلى كاركوك بالتالي نحن نسمع الكثير من الصيحات التركية عن استعادة كاركوك واستعادة الحدود ضمن المجال الحيوي التركي الذي اتفقوا عليهم في اتفاقية أنقرة عام 1926 كل هذه المحطيات تجعلنا أننا نرى أن التوغل التركي في الأراضي العراقية ليس سببه حزب العمال الكردستاني وإنما ما سببه هو أكبر مخلد حازم الخبير في الشؤون الأمنية والستراتيجية كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر